تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 577 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 191 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تمضبط 59 طن وفي مجال عدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تمضبط 122 طن أما في مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية تمضبط 9 أطن وفي مجال قضايا المخابز تمضبط 491 قضية من بينها 185 قضية خبز ناقص الوزن و179 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تمضبط 75 طن ترجمة نانسي قنقر